اشتركوا في القناة وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمية مليحفيد العالمي في تصرح صحفية عقب زيارة قام بها يوم التلتاء للوحدة الصناعية التابعة للشركة إن المهندسين بهذه الوحدة المتخصصة لأنشطة صناعة الطيران معبؤون لصناعة هذه الأجهزة مشيرا إلى أنه تم إنشاء كل المنظومة الصناعية من أجل تصنع هذا الجهاز التنفسي المحلي الصنع وقال إن الأمر يتعلق بالنسخة الثانية التي تسمح بالإضافة إلى توفير التهوية بالحصول على أجهزة استشعار وإرثال الأكسجين بطريقة أكثر تقنية مشيدا في الوقت ذاته بمساهمة جميع المتدخلين كل في مجاله من أجل إنتاج أول 500 جهاز من أجهزة تنفسي استناعية وأضاف لقد قررنا أيضا بمعية المهندسين الانتقال إلى مرحلة ثالثة من عملية التصنيع على الرغم من عدم الحاجة لذلك في الوقت الراهن من جانبي قال بدر جعفر مدير الشركة أن أجهزة التنفس الافتناعية هاتها يتم تصنعها وفقا لأعلى المعايير المعتمدة في مجال الطيرانة وأوضح أن عملية إنتاج هذه الأجهزة تتم بنفس معايير تصنيع بعض الأجزاء الموجهة لطائرات إيرباث وبوينغ مشيرا إلى أن تصميم هذا الجهاز هو مغربي بالكامل بدءا من تصنيع المحرك مرورا بالبطاقات الإلكترونية والأجزاء الميكانيكية الأخرى وصولا عند تجميع مختلف الأجزاء ويعد هذا الجهاز تمر تجهود عدة كفاءات مغربية في مقدمتها كفاءات من جامعة محمد الثالث متعددة التخصصات التقنية وكفاءات من وزارة الثناعة وتجمع الثناعات المغربية في الطيران والفضاء والمعهد الوطني للبريد والاتصالات والمركز المغربي للعلم والابتكار والبحوت والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وقطب الابتكار للإلكترونيك أشهد الزوجان فرنسيان في مدينة مراكوش بتدابير الاثتباقية التي أعلنتها المملكة المغربية بشكل ثريع للحد من انتشار وباء كوفيد تسعة عشر إترى تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا وأبدأ شكرهما للطاقم الطبية الذي تكفل بالعناية بهما وقال الزوج في كلمة الله لدى خروجه بمعية زوجتي من المستشفى وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية يوم الأربعاء المغرب هو نموذج يحتدى بها لأنه طبق الحجر الصحية في وقت مبكر من فرنسا وهو ما يفسر عدم تواجد حالات كثيرة في المملكة مقارنتنا بفرنسا وأضاف الزوج الفرنسي المغرب بلد عظيمة فقد اتخذ عدة قرارات بشكل أثرع من أوروبا بإغلاق الحدود والإقدام على إجراءات أخرى إنني سعيد للغاية ومصرورة لعدم انتشار العدوى بثورة كبيرة في البلد يضيف المتحدث ومن المرتقب أن يرفع المغرب من وطيرة إجراء اختبارات الكشف عن حالة فيروس كورونا انطلاقا من هذا الأسبوع بعد شراء حوالي 200 ألف جهاز اختبار ثريع وموتوق باستخدام أجهزة استشعار بيولوجية رقمية وقد وصلت مؤخرا الشحن القادم من كوريا الجنوبية والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الاختبارات حيث تم تسلمها إلى وزارة الصحة وأوضحت مصادر خاصة أن المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباطة وفاث والدار البيضاء ستبدأ في إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا باستعمال وحدات الاختبار الجديدة في انتظار الشروع في مراكز استشفاء جامعية أخرى في إجراء ذات الاختبارات من بينها مراكش وأقادير وتجاوزت إثابات كورونا بالمغرب عتبت الألف إثابة في الثاعة الأخيرة علما أن تم إجراء حوالي أربعة ألاف اختبار فقط بالمغرب منذ بداية مارث 2020 بعدما باتت الحاجة كبيرة إلى افتعمال الكمامات الطبية في دل انتشار فيروس كورونا في عدد من جهات المغرب ومن أجل حماية ووقاية المواطنين والأطباء من خطر تناقل العدوى فيما بينهما قرر المغرب تأمين حاجة من هذه الكمامات الطبية بانخراط عدد من المقاولات في تصنيعها ويسعى المغرب إلى إنتاج 2.5 مليون كمامة يوميا تنفيذا للتعليمات الملكية الثامية بضرورة توفير مستلزمات الوقاية من جائحة كورونا حيث انخرطت أذياد من 10 مقاولات نسيجة في عملية التصنيع فيما شرعت مقاولات أخرى في تحويل أنشطتها نحو تصنيع المنتجات الطبية من النسيج الطبية وستمكن مجهودات هذه الوحدات الانتاجية من الرفع من إنتاج الكمامات الطبية الموجهة للمستشفيات والوحدات الانتاجية التي تباشر عملها لتأمين الثوق الوطنية بالمواد الغذائية اللازمة ونقاط البيع المتواجدة بمختلف مدن المملكة للحد من الخصاص الذي باتت تعيشه المدن من ندرة الكمامات بسبب الاحتكار والتهريبة الذي مثل الكمامات الطبية بعد تسجيل أولى الحالات بالمغرب والجدير بالذكر أنه حسب مصادر رسمية ستكون الكمامات الطبية متوفرة ابتداء من هذا الأسبوع بمختلف المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وستكون أسعار واتابتة كما تم تحديدها في المرسوم الحكومي الذي ينص على أن سعر الكمامة الواحدة درهمين ونصفة بالنسبة للعلبة من عشر وحدات فيما يصل سعر الوحدة بالنسبة للعلبة من خمسين وحدة إلى درهمين من جاة أخرى طلب محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزرة الثحة من المواطنين المغاربة الذين يغادرون بيوتهم لأغراض مهمة ارتداء الكمامات من أجل الوقاية من فيروس كورونا وقال اليوبي في تصريح صحفية اليوم الاثنين إنه تماشياً مع توصيات منظمة الثحة العالمية الأخيرة فإنه يستوجب على الشخص الذي سيغادر المنزل من أجل العمل أو الإمدادات بالمستلثمات أن يرتدي الكمامات عند وجوده في الخارج وأضاف المتحدث أنه يجب تأذيذ السلام لدى الأشخاص الذين يغادرون المنازل من أجل الاحتياطات الحاجزية والتي تقول إنه على الأشخاص الذين يغادرون بيوتهم أن يرتدوا الكمامات الواقية المغرب واحد من البلدان القرائلة التي برهنت عن حث إنسانية تجاه إيطاليا البلد الأوروبية الذي وجد نفسه وحيداً في مواجهة جائحة كورونا وقد ثمن ديمايو وزير خارجية إيطاليا الحرث الذي أبدته المملكة عبر ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج لما تشهد بلاده واقتراحها تقديم مساعدات طبية وقال ديمايو إن هناك بلدان صديقة أبدى دعمها لإيطاليا في خضم الحرب المعلنة من دول العالم على جائحة كورونا محيلاً أنه تلقى تصالات هاتفية من وزراء خارجية كل من المغرب والنرويج والإمارات العربية المتحدة واقترحوا عليه كل على حدة تقديم الدعم لإيطاليا من خلال أطقم صحية ومواد طبية حتى يتثنى لها مجابة فيروس كورونا المستجدة وأفد رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن وزراء الدول الذين اتصلوا به انتثروا للإنسانية وبرهنوا على أن هناك دولاً صديقة من خارج الاتحاد الأوروبي يهمها إنقاذ حيات المواطنين الإيطاليين قبل أن يرمي بالنقد بشكل مبطن لذول الاتحاد بالقول إنه لن تكون قائمة للاتحاد الأوروبي دون إيطاليا وهذا ما نحاول شرحه للشميع وأوضح وزير خارجية إيطاليا أن من المرجح أن تخفف الإجراءات إلى حد كبير وإخبار كثير من الناس بالعودة إلى الخروج مرة أخرى لا يجسد السبيل الصحيحة وتابعا يجب أن يكون هناك شيء واحد واضح للمواطنين المرحلة الثانية لا تعني إطلاق العنانة للجميع يجب أن ندرك في هذه اللحظة أن الشيء الذي علينا القيام بها في المرحلة الثانية هو محاولة إعادة تنشيط جثء من الاقتصاد لكن من الضرورية القيام بذلك بحث ثليم وبحكمة اشتركوا في القناة